وصلى الله على سيدنا محمد على أهل وصحابة أجمعين برقية ولاء وإخلاص وشكر وامتينان مرفوعة إلى حضرة مولانا أم المؤمنين حام حمال ملة والدين نصر الله وأيداه مولاي أم المؤمنين في ختام فعالية ميرجنفاس التخفى الصوفية في دورته الخامسة عشر المنطم من خمسة عشر ربيع الأول إلى ثلاثة إلى الثالثة من ربيع الآخر ألف أربعمائة وربعة وربعين الهجرية الموافق لأيام 22 إلى 29 أكتور سنة 2022 ميلاديات حتى شعار الوجد والمعرفة يتشرف خادم الأعتاب المولوية الشريفة فوزيس قل رئيس الميرجان والطاقم التقني والفني والعلمي وكل المشاركين من علماء ومحاضرين بتقديم فرد طاعة والولاء والسكر والتقدير والامتنان إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين المؤيد بحفظ الله وكتابه المتين لما يوليه من سام الرعاية ومفر الاحتمام للتصوف أهلي ومريديه ومحبيه بالمغرب عامة وبمدينة الفات خاصة مدينة العلم والتصوف والعرفان فبفضل جليل حدبكم يا مولاي وكريم عنايتكم بلغ المهرجان ضروة آماله وحقق كمال مبتغاه وأسعد المغرب ومدينة فاس المصونة باحتضان الصف والآجلة من العلماء والمتقفين والمفكرين من داخل المغرب ومن ربوع العالم الذين أسهموا وشاركوا في فعاليات وورشات المهرجان ليجعلوا منه لحظة استكشاف استثنائية وفريدة لخصوصية التخاف الصوفية بالمغرب في أبرز تجلياتها الدنيا والإبداعية والروحية والإنسانية والعمرانية والجمالية وإن يقود هذا الاستكشاف إلى أبرز لا نهاية الكمال والمطلق والجمال في التخافة الصوفية المغربية كما حددتم يا مولاي معالمه في الرسالة التي وجهتمها للمشاركين في اللقاء الأول من اللقاءات سيدي شكر العالمية للمنتسبين إلى التصوف حفظكم الله يا مولانا أم المؤمنين بما حفظ به التكر الحكيم وأقر عينيكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وأبقاكم الله ضخرا وملادا لكافة أفراد الشعب المغربي الملتب حول العرش المولوي المجيد وبالله نصر وتوفيق سيد إبراهيم لك الكلمة شكرا سيد فوزي سقلي على هذه الرسالة تحية المواد الرمزية لكل الحضور الكريم في هذه الليلة الختامية والتي ستكون حول المنشد الكبير وشاعر الصوفي سيد محمد الحراق في هذه الليلة الختامية نود أن نشكر الجمهور الكريم الذي تابع بشكل كبير هذه اللقاءات الجميلة التي قدمها مهرجان فاس لأتقاف الصوفية ففي هذه الليلة سيكون لنا لقاء مع فرقة وهذه الفرقة التي يرأسها سعيد بالقدي وكذلك سيكون هناك المغني الجميل والذي أتحفنا في هذه الليالي عبدالقادر غيد فسيكون تحت عنوان منشد الحب الروحي وهو نوعا من التكريم الذي نقدمه في هذه الليلة المباركة لسيد محمد الحراق نتمنى أن نلتقي مرة أخرى وأن تكونوا بهذا الجمع الكبير وشاسع ونقول لكم إلى العام القادم إن شاء الله وكل المحبة لكم شكرا لكم أتفعيه شكرا لكم سوفي. Cette édition, placée sous le thème « Science et conscience », nous a permis une année encore de mettre à l'honneur la culture سوفي en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. La création qui clôturera cette quinzième édition et à laquelle nous assisterons ce soir est intitulée « Al-Hara, chanteur de l'amour spirituel ». Cette pièce a été composée sur une idée originale de Sidi Fawzi Sqalli et sous la direction artistique de Mme Karol Latifa Amir Elle rendra hommage au grand maître marocain du soufisme arabo-andalou Sidi Mohamed Al-Habra Avant de vous laisser déguster cette création nous tenions à remercier chaleureusement de la part de l'ensemble du festival de fesses de la culture soufie nos partenaires et sponsors Pour les partenaires officiels le ministère de la jeunesse de la culture et de la communication le ministre de Habbouz et des affaires islamiques l'office national marocain du tourisme Royal Air Maroc la wilaya de la région Fesse-Meknes la commune de Fesse l'association Fesseis Borge Fesse BMC Bank of Africa ONE l'institut français de Fesse l'institut français de Meknes Dounia Productions Kaikkar la fondation Elisawa ISTH et également parmi nos partenaires officiels l'ambassade du Maroc en France l'ambassade d'Inde de la Turquie et de l'Assemblée Vajan au Maroc Nous remercions également nos partenaires médias 2M SNRT MediOne TV MediOne Radio France Maghreb 2 Safir Orient Radio Orient Radio Atlantique MFM Radio Shada FM IT Radio Medina FM Radio Manarat VTR Pour nos partenaires presse Le Matin Aujourd'hui le Maroc Challenge La Tribune Goud El Sabah VH Lalla Fatima Arab TV Coaching News Et Nefs Magazine En leur renouvelant nos remerciements Donc de la part de l'ensemble du Festival de Fête de la Culture Soufie Je cède désormais la parole à Madame Carole Latifa Amir Directrice artistique du Festival qui va développer plus précisément l'intention de la création qui va vous être présentée Merci très cher Mohamed Amine qui est justement ici représentant de l'association Sciences Po Monde Arabe à Paris et grâce à qui nous avons pu avoir cette belle ouverture à la jeunesse à la transmission du Tassawuf à la jeunesse parmi cette élite des deux côtés des rives Donc merci beaucoup et merci à Monsieur Brahim de l'Institut français de Fès Alors puisque nous avons commencé les remerciements tu peux rester là reste reste on a besoin d'un peu de jeunesse il ne faut pas qu'elle parte tout de suite je souhaitais également remercier le président du Festival Monsieur Faouzis Kalli ainsi que le vice-président du Festival Monsieur Abdel Prader Ouadzani qui porte depuis de nombreuses années l'organisation de ce Festival et je lui renouvelle toute mon admiration moi qui voyage beaucoup parce que vous avez la chance au Maroc d'avoir un grand professionnel de l'événementiel Je remercie également le directeur général Monsieur Driss Kalli le directeur technique Monsieur Mohamed Antbassi et puis Siham Najjar Radija Philali notre équipe au féminin Monsieur Abdelmalek Ramli Karim et puis mon miroir en coulisses qui ne se montre jamais le coordinateur artistique Monsieur Nourdine Karoum Monsieur Mohamed Ralmi du comité de pilotage et notre artiste associé Louise Cara et enfin à titre personnel je remercie le Maroc pour sa confiance en tant qu'étrangère et notamment je remercie également l'association Bois à bas de fesses qui le 10 octobre lors de la journée de la femme au Maroc m'a décerné un prix pour mon action afin de faire rayonner le Maroc dans le monde bien sûr c'était avec grande émotion alors je salue le Maroc son hospitalité son ouverture à toutes les cultures et c'est tellement précieux cette ouverture à toutes les cultures que vous avez pu durant une semaine apprécier et c'est ce qui vraiment fait la richesse du Maroc dans le monde entier alors vous pouvez être fiers d'être marocains marocaines si nous avons voyagé justement de l'Inde à la Turquie en passant par l'Azerbaïdjan les Balkans et bien ce soir nous revenons au Maroc avec cet hommage cette ode à la beauté mettant en valeur un grand soufi et aussi un grand alim qui était Sidi Mohamed el Harak donc nous avons la grande joie de recevoir la Zawiyah d'Arkawiyah Harakiyah de Tétouan et de Tangier menée avec grand talent par Saïd Belkadi qui est un enfant de la Zawiyah qui a commencé le chant dans la Zawiyah avec son grand-père depuis l'âge de 10 ans et qui a eu la chance de collaborer avec un grand artiste espagnol Eduardo Paniagua depuis 30 ans malgré le jeune âge de Saïd Belkadi depuis 30 ans ils collaborent ensemble faisant des CD déchiffrant aussi les grands textes du Sama que cela soit au Maroc mais aussi dans l'histoire de l'Andalus ils ont collaboré ensemble à de nombreux CD je ne vais pas tous les citer mais il y en a énormément je vous invite à regarder la collection Veneouma de M. Edouard d'Opaniagua vous y trouverez un travail remarquable de musicologue je dirais même d'archéologue puisqu'il s'agit de faire ressortir tous ces grands textes ils seront accompagnés par Abdelkader Reit que vous avez eu la joie de retrouver tout au long de ce festival et je ne vais pas forcément en rajouter parce que je pense que vous attendez avec impatience de les retrouver mais juste un petit mot sur la Zawiyah cette Zawiyah justement guidée par la belle le bel enseignement de Sidi Mohamed El Harak qui a été initiée par Moulet Darkawi a justement comme guidance la beauté la beauté l'excellence du comportement l'excellence de ses vêtements et toujours le Sama le Dikr commence dans la Zawiyah avec le parfum le musk et les houd que l'on retrouve justement dans le Diywan de Sidi Mohamed El Harak alors j'espère que ce parfum qui est le parfum de l'essence divine vous parviendra et je vous souhaite une excellente soirée sur la Zawiyah sur la Zawiyah sur la Zawiyah sur la Zawiyah رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولبصار يجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصفون على النبي يا أيها الذي أعامه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم وعشني من روحاني التوحيد وأضرخني في عيني بحر الوحدة حتى لا طار ولا أسمع ولا أجيد ولا وحسن الله بها واشعر الحجاب بعض محياة روحي وروح الوزر حقيقتي وحقيقته جامع أوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن إسعى إذا بما سمت به ندار أعفق سكاليا عليه السلام واصره لكلام وحديه لكلام واشح عليه وذينه وحليه وذينه غيره الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن برادك إلى معك ربنا أعطينا بلادك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا أعطينا بلادك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا أعطينا بلادك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا إن الله والألائك كتبوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علي وسلموا سبيما سبحانا ربك رب العزة عمى ياصلوا أعطينا بردك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا نغطينا بلادك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا المترجم للقناة 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 مترجم للقناة 적인 artistic اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة يا رب اشتركوا في القناة يا سيدا انت اللهم الله اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة واحكي واحكي هوا اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة تكون موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 وشلائل الأموال والأعمال الله 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 عبدالله ما نعلم منه بذاك أدنى بارتي إلا بمضي الجود والإفضال الله 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 うん لا يستقى والعلم من أثمانهم يَا مَن يُرِيدُ مَنَازِلَا الْأَبْدَالِ أَحْمُ الدَّلِي وَأَنَا مَحْهُورُ وأنا الحبيب وسري عني وصور وهو قريب إلا يا صاحب ورد الأمر العجيب عني قطع ذايت عني قطع ذايت وشمس مني تقر أحوالا لا قد وشمس مني تقر هذه الحبوب ضراء للجن واللي يروع صار اشتركوا في القناة موسيقى 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 باقي هرقات تقايم بالأشفقة واشفوز بالكربرقات إمام الحرق ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر موسيقى 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 حبها معلون في الحشاب أخذون حبها معلون في الحشاب أخذون أخذون أيها المفتون يمحي أرض الله أخذون أيها المفتون يمحي أرض الله ألها وقوة مالاقني ألها وقوة مالاقني ألها وقوة مالاقني وزماني بياده والإشارة تقودني والحبيبية يهدو فهوى قرة عيني فهوى قرة عيني ولا حبيبية يهدو والإحواء وما أولا يا وحده وس الحبيبية يهدو فضلوا علينا فكروا فرض علينا فكروا فرض علينا ويعلمني صلينا ويعلمني صلينا قولها ما نزينا يا بابا هيا بذي لما تجهل من قؤا طواك وطبت مين من القيام وصالي خطرنا أبا والوذا وعاين 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 قل بالحبيب أعنى يا سعود أعشى الضوط أعشى الضوط أعشى الضوط أعشى الضوط أعطبني وأنا معاه في كل حال أعطبني خلف المعاني للطينة تعجيدي خفيت عن طي المثال أعرفني 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 إيك تكون ليك جهول أعشى الضوط أعضل الضوط أعضل الضوط ليلة حتى خفرسا أرضى ولا تتخيار حتى الطيب الفساق ميدو كمان خبرتنا ميدو كمان خبرتنا غير معطيب الفسو ميدو كمان خبرتنا سلطان في حبرتنا ساقين دا الله كسو ساقين دا الله كسو في شرابي اشرب الله وتلاح في سكرة الله لا شراب الدولي الله إنها أراضية الله خاطرها دون خبري الله خبرتي أزلية الله عطفة ربي عندي الله مهجة وصروره الله أخمدت نار وجدي الله فعلا يتطوره الله جهنتي أهل أحدي الله قربه والقضره الله فامت أبنني الله زلتي المشرية الله وأتحولت غيري الله بصفة رحمنية الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أصدق في قلبي عطار وأخوانة قيساري كي عمره رجال الله والصحين والأولياء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أجد بنا ونشي مجنون ذل حواء الليبي وقريت فالأرحال محفوظ وأصدق سبقاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قلبي مؤلاء ومزلاء مجذوب لاشتلوم منك الله يا ربي مؤلاء هل لم أحب فاتوني لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحبل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحبل إلا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت آمنت بالله لا إله إلا الله سيدنا وبولانا محمد رسول الله مجمعنا مجمعنا على محبتك وأعدنا على طاعتك وخدمتك وطهرنا تطهيرا مزوخ به لحرضاتك ورقنا من أبيك عليه السلام وزدنا فيك تحيوا وبك افتتانا وغربنا فيك منشاء سوا حتى لا نكون إلا بك ولا وحفظك سائر يومنا ورقية عمرنا حتى تتوفانا وتعنا رادي عن حكم التورين بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتل لذا صبق باصل الحق ورقنا إلى صراطك المستقيم وعلى الله على آنه أفقده ومقداره العظيم سبحان ربك برزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة السلام على قال سيد يا رسول الله أصلاة السلام عليك وعلى ذلك يا سيد يا حبيب الله السلام عليك صابق يا غير حق الله شكرا 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 موسيقى 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 يا رسول الله أعوذك لنا محجور يا محمد يطار وحرص عظيم يا رسول الله 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 اشتركوا في القناة 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 اللهم صالح اللهم صالح اشتركوا في القناة 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 الف Assessment و أعلم أنه بعض سيد Saïd Belkraddi و و و وقوة في من أعلم طبعا أعلم أن سيد Saïd Belkraddi و وقوة في عملة وع справدة مزيدة المزيدة ببعض المزيدة على المزيدة de fesses de la culture soufie avec deux grands jeunes chanteurs spirituels à savoir Sidi Saïd Belkadi et Sidi Abdelkader Reit qui ont été honorés récemment puisque Sidi Saïd Belkadi pour le Maoulid a eu l'honneur de chanter un solo devant sa majesté et Sidi Abdelkader Reit شكرا للمشارفين على هذا العرس الفني الجميل الصوفي الذي يدل على الجمال وعلى رأس المسيدي فوزي السقلي الرجل الطيب المحب في الجانب المحمدي والمحب في أهل الله وكل ما يدل على الله إذن زاويةنا الزاوية الحراقية الضرقاوية هي كما تعرفون زاوية عامرة لها تاريخ لها ديوان وهي من الزاوية التي تزخر بديوان خاص بها الذي يعود لشيخ الطريق سيد محمد الحراق الذي يسمى شيخ الأدواق أو مفتن مذهبين إذن أقدم الموسيقيين على الفيرونسيل السيروت في بن عبد الله على الكمان الجاهير يوسف الشنسوف على الكمان ابن الشيخ الطريقة الحراقية سيد عالي الحراق سيد الغالي الحراق على الناي سيد عبدوحي الصنهاجي حضر معنا من إسبانيا أحد عباقرة الفن الأندلوسي للأصيل القديم وهو الذي دعمنا كما قالت كارول قبل 30 عام أتى إلى طانجة وسجل معنا مجموعة من الأسطوانات الخاصة بالسمع الصفري والموسيقى الأندلوسية إدواردو بانياغو ثم أخ شيخ الطريقة الحراقية سيد الغالي الحراق سيد زين العابدين الحراق ثم المنشيد الصاعد محمد سعيد أخدين على آلة الطر سيد هيثام البقالي وعلى آلس الدربوغا سيد آنس الخمال ثم معنا مجموعة من الفقراء الذي سيقدمهم سيد يونس الشريبي وهو مقدم هذه المجموعة في الفقراء إن شاء الله شكرا جزيلا سيد سيد وعلى سيد سيد محمد الشريبي كذلك سيد يوسف العلاوي سيد محمد الحمومي سيد بوئياد أغلوهاب سيد عمر بوار الحج العربي السادد الشريبي 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 سيد محمد الشاوي وكذلك الحج وعياد عبد محمد الحمومي الشريبي شكرا جزيلا كما لا يفوتني أن أقدم مقدم الزاوية الحرقية بلسطوان سيد عبد الوحيد السوسي إذا سمعته شيء يطبع في الزاوية الحرقية فهو هذا هذا هو الذي ورده والأب ديالو سيد عبد الله السوسي كان هو المقدم الزاوية فهذا سيد عرف الحرق يعني في خمسينيات والسسسينيات والسبعينيات هو كان الأب ديالو ومليتوفا يعني يعني وافق الوجود ديالو سيد الغالي والأب ديالو مع سيد عرف إذن أتركوا الكريم لكارول وشكرا لكم Et maintenant un grand merci à vous vous toutes vous tous merci pour votre belle présence tout au long de cette 15ème édition du festival de Fès de la culture vous êtes maintenant les ambassadeurs les ambassadrices de cette belle culture souffie à travers le monde je vous souhaite bon vent à bientôt semer les graines de cette belle culture de paix cette belle culture du Tessawuf à très bientôt Inchallah C'est parti